أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن النمو الاقتصادي عملية مستمرة تستهدف التنافسية والاستدامة الاقتصادية من خلال تحفيز نمو القطاعات المختلفة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين ولفت سموه إلى حرص مملكة البحرين على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عائل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم السيد يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو حيث رحب سموه به منوها بدور قطاع التجزئة بمملكة البحرين ومن عكس عليه من إسهامات واضحة دعمت مختلف مسارات التنمية الاقتصادية مشيرا إلى ما يطلع به القطاع الخاص من دور حيوي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والإسهام في تحقيق أهدافها المنشودة من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام يمثلان دافعا لبذل المزيد بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين متمنيا للمملكة دوم التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه